أعلن رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لترميم كنيسة المهد في بيت لحم الوزير زياد البندك أنه خلال أعمال ترميم جرن المعمودية في الكنيسة تم اكتشاف جرن معمودية آخر دائري الشكل مصنوع من حجر مشابه لحجر الأعمدة في الكنيسة مبينا أن هذا الاكتشاف من شأنه أن يضيف معلومات مفيدة حول تاريخ الكنيسة وأهميتها عبر الحقب التاريخية المختلفة والتي ستسهم في تعزيز الحضور المسيحي في فلسطين والأراضي المقدسة وأعلن خبراء الأثار القائمون على هذا الاكتشاف أن أعمال الدراسات الأثرية والتاريخية جارية لزيادة المعرفة عن تاريخ الكنيسة حيث سيتم ترميم الجرن المكتشف في المعمودية من خلال مرميمين مختصين وفق المعايير الدولية للترميم كما تم استدعاء خبراء دوليين للمشاركة في الدراسات والتحليل الأثرية لجرن المكتشف يشار أن هذا الاكتشاف ليس الأول من نوعه بل تمت اكتشافات أخرى ذات أهمية كبيرة تتعلق بمدخل الكنيسة التاريخي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر